بسم الله الرحمن الرحيم طلاب الاعزاء في مقرر ماشين اليمينتس ديزاين ون نستكمل معا شابتر فورتين اللي بيكلم عن الجيرز ونستكمل الترمز يوزد او المصطلحات المستخدمة في الجيرز النقطة اللي بنتكلم عليها اللي هو التوث ثيكنس اللي هو السماكة بتاعت السنة نفسها وده من نقطة على البيتش سيركل الى النقطة التالية لها او في نهاية السنة اللي هو بيمثل الجزء ده بيمثل التوث ثيكنس التوث سبيس اللي هو الفراغ ما بين السنة والسنة وده طبعا اللي هو السهم ده ده التوث سبيس اللي الضوئيس بيتوين تو اجسن تيث مجرد الونج دي بيتش سيركل كل ده طبعا بقيسه على البيتش سيركل ديامتر الباكلاش هو الفرق ما بين الاتنين. وطبعا نحب ننوه هنا على انه دايما التوث سبيس اكبر من التوث لنفس الغرض انه السنة اللي بتيجي هنا تدخل وتخرج بحرية بالسماكة بتاعتها. فبالتالي يبقى الباكلاش هو الخلوص ما بين دخول سنة وخروجها مرة اخرى. برضو من المصطلحات اللي احنا بنستخدمها اللي هو ودي برمز لها بالرمز بي سي او الخطوة الدائرية. ودي قيمتها بحددها ازاي بي سي بيساوي المحيط على عدد الاسنان. طبعا تي هنا اللي هي بتمثل النمبر اف تيث والدي اللي هي بتمثل البيتش سيركل دايامتر. يبقى بتساوي المحيط على عدد الاسنان. الديامتر البيتش او الخطوة القطرية اللي برمز لها بالرمز بي دي ده قيمتها بتساوي عدد الاسنان على القطر. طبعا القطر هنا دايما المعني بالبيتش سيركل دايامتر. المديول وده من اهم الاشياء عندنا في التروس. ايه هو المديول? ده مديول اللي هو الريشيو of the bitch circle diameter in millimeters to the number of teeth. معنى الكلام ده ايه? المديول اللي برمزله بالرمز M هو نسبة القطر وبالطبع اللي هو البيتش سيركل دايامتر الى عدد الاسنان number of teeth. يبقى المديول نسبة القطر الى عدد الاسنان. لكن الرقم ده انا مش حر في اختياره. الرقم ده له standard. فالمديول بيتراوح من واحد بيبقى عندي فيه مديول واحد وربع واحد ونص اتنين اتنين ونص وهكذا. فلازم اكون ملتزم بالارقام دي. عشان طبعا لما اجي اشتري تيرس او لما اجي اصنع تيرس بصنعه طبقا للستاندرد او لو بشتريه بشتريه طبقا للستاندرد. نكتفي بهذا القطر ونستكمل فيه الدرس القادم ان شاء الله.